بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ليست لها هنا نافية ولا زائدة وإنما أتى بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها ولكثرة الاتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح فالمقسم به في هذا الموضع وهو المقسم عليه وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليهم ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة سميت لوامة لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة فقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت كما قال في الآية الأخرى قال من يحيي العظام وهي رميم فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن فرد عليه بقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي أطراف أصابعه وعظامه المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث والفجور الكذب مع التعمد ثم ذكر أحوال القيامة فقال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي إذا كانت القيامة برقة الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وخسف القمر أي ذهب نوره وسلطانه وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمع منذ خلقهم الله تعالى فيجمع الله بينهما يوم القيامة ويخسف القمر وتكور الشمس ثم يقذفان في النار ليرى العباد أنهما عبدان مسخران وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أي حين يرى تلك القلاق إلى المزعجات أين المفر أي أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر أي لا ملجأ لأحد دون الله إلى ربك يومئذ المستقر للسائر العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله ولهذا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره وينبأ بخبر لا ينكره بل الإنسان على نفسه بصيره أي شاهدا ومحاسبا ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل بل يقرر بعمله فيقر به كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لا تحلك به لسانك لتعجل به كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرس قبل أن يفرغ وتلاه مع تلاوة جبريل إياه فنهاه الله عن هذا وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال هنا لا تحلك به لسانك لتعجل به ثم ضمين له تعالى أنه لابد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره فقال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك فحينئذ اتبع ما قرأه فقرأه ثم إن علينا بيانه أي بيان معانيه فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه وهذا أعلى ما يكون فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه فكان إذا تل عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له فإذا فرغ قرأه وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم ألا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام ليتبين ما فيه من حق أو باطل وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بيّن لها معانيه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة والإنسان مولع بحب العاجل والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها وكأن هذه الدار هي دار القرار الذي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه ثم ذكر ما يدعو إلى إثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا وجوه يومئذ ناظرة للا رب يا ناظرة أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح للا رب يا ناظرة أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه ونظرت وجوههم وازدادوا جمالا إلى جمالهم فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة أي معبسة كدرة خاشعة ذليلة تظن أن يفعل بها فاقرة أي عقوبة شديدة وعذاب أليم فلذلك تغيرت وجوههم وعبست كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرضاق يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل بها الشفاء والراحة ولهذا قال وقيل مرضاق أي من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق للدنيا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أي اجتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعوب الكرب وأريد أن تخرج الروح التي ألفت البدن ولم تزل معه فتساق إلى الله تعالى حتى يجزيها بأعمالها ويقررها بفعالها فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويسجرها عما فيه هلاكها ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على بغيه وكفره وعناده فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه ثم ذهب إلى أهله يتمطى بل يذهب إلى أهله يتمطى أي ليس على باله شيء توعده بقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدا أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب هذا حسبان باطل وأظن بالله غير ما يليق بحكمته ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا ثم كان بعد المني علقة أي دمن فخلق الله منها الحيوان فسوا أي أتقنه وأحكمه فجعل منه الزوجين الدكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير والله أعلم